أقامت وزارة الصحة المنتدى الثالث لآخر المستجدات في علم الولادة وحديثية الولادة وذلك بالاشتراك مع جامعة الخليج العربي حيث قام الوكيل المساعد لشؤون التدريب والتخطيط الدكتور محمد أمين العواضي بافتتاح أعمال المنتدى والذي يستمر لثلاثة أيام متواصلة من السابع عشر إلى التاسع عشر من فبراير الجهري تحت رعاية وكيل وزارة الصحة الدكتور عايشة بوعنق وفي هذا السياق أكد وكيل وزارة الصحة دكتور محمد أمين العواضي في كلمته أن الوزارة تعمل على إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة الطبية والعلمية في مجال التدريب والتعليم المستمر للكوادر الطبية العاملة في الحكومة والقطاع الخاص ومنها ورش العمل والمؤتمرات والمنتديات الطبية العلمية من أجل تحديث المعلومات الطبية العالمية والخبرات المهنية التي يمتلكها الأطباء وإضافة أحدث المعلومات والتقنيات في مجالات تخصصهم والمعروفة حول العالم وبيّن العواضي أن التخصصات الطبية في كافة مجالاتها تشهد نقلة نوعية متميزة وتطورا غير مسبوق في العلاج والاكتشاف ولذلك تسعى الوزارة إلى إقامة مثل هذه الورش لنقل آخر مستجدات المعرفة إلى الأطباء بالبحرين وهي هدف مهم جدا للقائمين على برامج التدريب والتخطيط في وزارة الصحة لأنها تندرج ضمن آليات التعليم المستمر الذي توليه الوزارة أهمية كبيرة ترجمة نانسي قنقر